اشتركوا في القناة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية بسم الله الرحمن الرحيم أتشرف بأن أرفع أسماء آيات التهاني وصادق التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في أهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ويسرني أن أهنأ شعب مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية مشيدا بما حققه فريق البحرين من إنجازات رائدة ومتميزة على كافة الأصعدة والمجالات مستذكرا بكل الفخر والاعتزاز وببناسبة يوم الشهيد التضحيات الخالدة التي سطرها شهداء الواجب الوطني من أجل وطنهم سألنا الله عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبرار وأن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والاستغرار مؤكدا حرص مجلس النموة على مواصلة العمل والإنجاز في ظل المسيرة التنموية الشاملة والعمل الديمقراطي والممارسات الحضارية في دولة القانون والمؤسسات انطلاقا من دستور المملكة البحرين ومثاق العمل الوطني وتحقيقا لأهداف رؤية البحرين 2030 والمضي قدما تلبية لتطلعات الوطن والمواطنين في كافة المجالات مثمنا حرص الجميع على تعزيز الوحدة الوطنية وإحماية الوطن وصون مغدراته والعمل بكل إخلاص وتفاني وعزيمة وأسرار من أجل رفعة مملكة البحرين محليا ودوليا وكل عام ومملكة البحرين بخير وتقدم ونماء وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه